تلبية لدعوة رسمية من قداسة البابة وادروس بابة الإسكندرية والكرازة المرقصية قام وفد أردني برئاسة وزيرة السياحة والأثار لينا عناب بزيارة إلى جمهورية مصر العربية نقلت خلالها الوزير عناب لقداسته تحيات سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغتص وسلمته قرار المجلس بزيادة مساحة الأرض المخصصة للكنيسة القبطية لاستكمال بنائها متمنية تخصيص أسبوع للحج القبطي إلى موقع عماد السيد المسيح من كل عام اليوم زيارتنا تأتي كشكر وعرفان لخداست البابة على هذه الزيارة الكريمة التي شرفنا فيها في الأردن وطبعا يعني اللي تلى الزيارة كمان كان إشي كتير مهم والتصريحات اللي عملها قداست البابة هي تصريحات احنا منقدرها يعني جل التقدير بحكم الكلام الطيب الكلام الكريم الكلام الجميلة اللي حكى عن الأردن وعن الأردن كونها أرض مباركة ودعوته للمسلمين قبل المسيحيين إنهم يزوروا الأردن للبركة فهذا طبعا هذا كلام إحنا يسلش صدرنا وكلام إحنا منعتز فيه ونفتخر فيه وخصوصا أنه يأتي من شخص راقي شخص إحنا منحبه وشخص نكن له كل الاحترام مثل شخصية قداست البابة وادروس الثاني بزيارة الوفد الأردني مواجها قداسته بدعوة الشعب المصري لزيارة المواقع المقدسة في الأردن وعلى رأسها موقع المختص الذي تلامست أرضه مع أقدام السيد المسيح طبعا لما بنعرف تاريخ المسيحية بعد ميلاد السيد المسيح وحسب التقاليد اليهودية القديمة بدأ خدمته ونسميها الخدمة الجهارية يعني المعروفة لكل البشر بدأها بالمعمودية فإذا كان هناك الكريسماس ميلاد السيد المسيح كبداية لوجوده على الأرض لكن وجود البشارة بالمسيحية كانت من خلال المعمودية بدأ برنامج الوفد السياحي الأردني بجولة إلى دير الأنبا بشوي تلاه زيارة دير السيدة العذراء في الإسكندرية حيث استمع الحضور إلى لمحة موجزة عن تاريخ الدير والحياة الرهبانية كما زار الوفد دير الأنبا أنطونيوس ودير مارجرجيس ودير السيدة العذراء ودير المعلقة ثم استكمل جولته بزيارة دير السريان الأرثودوكس حيث كان رئيس الدير الأنبا ماتيوس في استقبالهم واستعرض بحضورهم تاريخ الدير ومسار العائلة المقدسة وتحت عنوان تعالى وانظر بدأ الجانبان الأردني والمصري جلسات حوارية بحضور الحبر الجليل للأنبا يوليوس مندوب قداسة البابة ودروس الثاني حيث شددت وزيرة السياحة لينعناب في كلمتها على أهمية صناعة السلام وتأثيرها المباشر على القطاع السياحي نظرا لما تسهم به من تقريب الشعوب لبعضها البعض ومن تأكيد على وحدة إنسانية تدعو إلى التعايش والمحبة واحترام الآخر ونوها وزير السياحة المصرية حيى راشد أن مصر والشقيقة الأردن بصدد بحث سبل تطوير السياحة الدينية من خلال خطط عملية واقعية قابلة للتطبيق ولوضع أسس للتعاون مهمة جدا في جميع المجالات وطبعا السياحة الدينية أحد هذه المجالات وإحنا بنتطلع إلى أن نفعل هذا التعاون بمزيد من الخطوات على الأرض عشان نشوف إيه اللي ممكن يستفيد منه كل من الشعب المصري والشعب الأردني من جانبه ألقى الأنبى يوليوس مندوب البابة ودروس كلمة أكد فيها أن الأردن يعد وجهة سياحية دينية غنية إلى جانب تمتعه بحسن الضيافة والأمن والأمان واستعرض الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير هيئة تنشيط السياحة خلال اللقاء الحواري برامج الهيئة الترويجية بكافة أنواعها الدينية والعلاجية وسياحة المغامرة وقدم فراس العجلوني مدير دائرة الترويج السياحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن دور المنطقة في دعم الميناء الواصل بين الأردن ومصر لما له من أهمية للناحيتين السياحية والاقتصادية ومن جانبه قدم مساعد مدير موقع المختص المهندس رستوم مكيجيان نبذة عن المختص وبرامجه الداعمة للسياحة كما ألقى القمص أنطونيوس حنى راعي كنيسة الأقباط في الأردن كلمة تضمنت عرضاً لأهم المواقع الدينية في المملكة الجمال المقدس جمال الكتاب المقدس أني شفناه على الطبيعة في أرض الأردن وعلى أرض الأرض يكفي ما قاله قدسة البابا بعد عودته مباشرةً من رحلته لشهر أيول سبتم الماضي ويكفي ما سمعتموه بأذانكم من كلمات الثناء حيث الكرم الأردني الأصير وما فعله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسن حفظها الله من أجل هذه السيارة هو الذي رتب لها خطوةً بخطوةً وكان يتابع جلالته كل ترتيب نكتبها الورقنا يراه ويرتب له في نفس اليوم يشار إلى أن الوفد الأردني الزائر يتألف من وزيرة السياحة والآثار لين عناب وأمين عام الوزارة عيسى جمو ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات والقمص أنطونيوس حنى راعي كنيسة الأقباط في الأردن ومديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان ومساعد مدير موقع المقتص رستوم مكيجيان ومدير الترويج السياحي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فراس العجلوني ترجمة نانسي قنقر